مرحبا نبدأ في الجزء الثاني الجزء الاهم من الدروس حقتنا يعني الجزء الثاني بيتكلم على التغذية في الجزء الاول عرفنا بس تعرف السمنة انواع السمنة اسبابها واضرارها كل هذا الشيء عرفنا نحدد احنا وين يعني ان عرفت انا وزني طبيعي واحتاج احافظ علي انا عرفت ان عندي زيارة وزن احتاج اقليل من وزني فالحين الخطوة الثانية نبدأ في الشغل العملي يعني اول حاجة لازم نتكلم احنا قلنا جزئين اساسيين من البرنامج تغيير نمط الحياة لازم نتكلم اول حاجة على التغذية ونتكلم على النشاط الرياضي والنشاط البدني في هذا الجزء بنبدأ مع التغذية كيف تحسب احتياجاتك بنتكلم من السعرات الحرارية وشن مكونات الغذاء وكيف نستخدم التكنولوجيا احنا طول يوم اسكي للجوال فكيف نستخدم هذا الجوال عشان يفيدنا في تحقيق هذا الهدف اللي احنا نسعى له اول حاجة لازم نعرف انه يتكون الاكل اللي ناكله من قسمة لقسمين في حاجة يسموها الماكرو نيوترينز او الماكروز وفي حاجة اسمها المايكروز الماكرو يعني حاجة كبيرة وفي المايكرو يعني حاجة صغيرة المايكرو نيوترينز او هذي المكونات الغذائية الكبيرة تتكون من شنو من الكاربوهايدرات او الكاربز نسميها وفي عندنا البروتين وفي الدهون المكونات الصغيرة الغير أساسية تحتوي عليها الفيتامينات و المعادن و نحن بشكل عام نركز على الماكروز لأنها سعرات حرارية الأكبر لازم نعرف كم سعرات حرارية في الواحد غرام من كل حاجة فيهم لو تشوف يعني بتاخذ أي حاجة على أي حاجة بسكوت شوكولت يعني مثلا أخذنا الكتكات منشوف المكونات الغذائية اللي عليه بيقول لنا مثلا فيه مئة غرام المئة غرام هذي شنو فيها بالضبط مثلا بيقول خمسين غرام دهون مادر كم غرام شقر يعني بتكون كده فاحنا نعرف السعرات الحرارية من وين تجي الواحد غرام فيه شنو يعني مثلا واحد غرام الكربوهايدرات الواحد غرام من الكاربز يعني أنا عندي خبزة وزنها واحد غرام تعطيني كم سعرات حرارية تعطيني أربع سعرات حرارية البروتين مثلا فيه أربع سعرات حرارية هو الدهون الوحيد اللي أكثر منهم تقريبا ضعف السعرات الحرارية فالواحد جرام من الكربوهيدرات لازم نعرفها يعني فيه أربع سعرات البروتين فيه أربع سعرات بينما الدهون فيه تسع سعرات حرارية فأنا لو باكل يعني أكل كاربز أو بروتين أحسن من أني أكل دهون لأن الدهون فيها سعرات حرارية هم نفس الحجم نفس الوزن بس كل واحد فيهم يختربوا السعرات الحرارية إن شاء الله أتمنى أن يكون وصل يعني طيب النوع الأكلة الوحدة مثلا صدور الدجاج مين اللي فيها بروتين بس فيها شوية دهون فأنا لازم أعرف أن صنف الغذاء الواحد يتكون من أكثر من الشي من الماكروز يعني مثلا صنف الطعام الواحد قد يحتوي على ثلاثة ماكروز بكميات مختلفة عند حساب سعرات الحرارية لهذا الصنف فهي مكونا مجموعة سعرات الحرارية بنعطيكم مثال عليها على سبيل المثال 34 جرام من الخبز البر يحتوي على 74 سعرات حرارية من وين جاي هذه 74 سعرات حرارية هو هذه الـ 34 جرام 92 جرام من البروتين 15.1 من الكاربز و 0.7 جرام من الدهون فهو مين للخبز فيه كاربز أكثر حاجة من مكوناتها الكاربوهايدرات طيب أمثلة عليهم الأغضية الغنية بالبروتين زي شنو مثلا معروف أن اللحوم تشوفوا الناس اللي مثلا عندهم مسابقات هذه الفتنس أو يعني البنات أو كمال الأجسام في الأولاد يعني دايما يأكل صدور دجاج مع براون رايس هذا الرز البني فهم الأشياء اللي فيها بروتينز هذه أكثر حاجة عندنا صدور الدجاج فيه عندنا اللحوم وفيه عندنا مثلا سلمون اللحوم ميني وفيه البقول هذه الأشياء يعني عالية في البروتين طيب طيب الغضية غنية بالكربوهايدرات معروفة يعني المكارونات الرز الخبز بأنواعه القمح هذه الأشياء غنية بالبطاطس جدا عالي في النشويات أو الكربوهايدرات نسميهم طيب الآخر حاجة الغنية بالدهون هم دهون أنفسهم زيت زيتون نطالع منه زيت الزيتون نستخلص منه المكسرات غنية جدا بالدهون بس دهون صحية وفي عندنا اللي يسمون الأوميغا 3 موجود في السلمون سلمون غني بالدهون وفي عندنا الأفوكادو عالي جدا في الدهون هذي بشكل عام الأغضية الغنية في الدهون المرة الجاية إن شاء الله بنبدأ نعرف كيف نحسب احتياجنا من السعرات الحرارية